طيب نبص على الصورة اللي بعدها الله يرحمه ويصبر أهلك الله يرحمه في برنامج رامز لما طلعتي معايا السنة اللي فاتت الناس كتير انتقدوكي في ردة فعلك ينتقدوا أنا ردة فعلي كانت بين أربع حيطان مش طلعت على الشارع عملت ردة فعلي ردة فعلي على شي غريب كان عم بيصير معي أصوات قطط وخفة يعني أشياء غريبة عم بتصير وللحظات حسيت حالي في حدا عم بدي موتني يعني خفت نبص على الصورة اللي بعدها مين الأخ؟ ده مدرس مسك العصايا الهايفة واحد يا روحي ممكن تضربي مين؟ لما كنت صغيري طفلي انضربت كتير مين مين؟ يعني بحجة التهزيب والتعليم الوالد مثلا؟ لا أنا ما عشت مع بي أنا عشت مع أمي عشت بمدرسة داخلي كان فيها قوانين صارمة كان عنا راهبة قاسية وكان عنا نظام قاسية يعني سوى الضرب بالنسبة لعلي عادة أنا وصغيرة بس أنا وكبيرة ما بسمح لهاش يصير أبدا نبص على الصورة اللي بعدها هايفة مكان نيكول كيدمن مينياريت طلعوا كلام كتير قوي على هايفة دي ايدين نيكول كيدمن البيضة شوفين لون اه يعني الاثنين مع بعض قالوا كتير قوي أن هايفة يمكن أخدت خمسة مليون دولار مؤخر صداء مش الحقيقي الكلام ده مش صح؟ أبدا يعني الرجالة ما بتصرفش كتير تحت رجلين هايفة مش مسألة ما بتصرف ليرا دهب يعني شي رمزي ومعنوي ونسخة عن القرآن الكريم بس لكن ما خديش فلوس داي ما تكتب لا طبعا ما خدش فلوس داي ما تكتب ما أنا ما قردش أصلا الكلام ده لا الكلام ده بس كل شي صار بين الزواج والطلاق بعلاقة مره ورجال شو عمل لي هدا أو شو يعني لجوية العلاقة الزوجية ما حدا خصو فيه